اللي جاي ايه؟ اللي جاي اجمل حدوتة اهلوية اخر سنين علي معلول اجمل حدوتة اهلوية اخر السنين طبعا علي معلول علي معلول فيه شوية ارقام طبعا بص يا كريم انا هاوزه لك على حاجة علي معلول هاتول ارقام يا شباب جيت نادي الاهلي في 2016 اه بكات لفت كتير جدا جيت عالنادي الاهلي محاتش قدر ياخد مكانه كل المراكز حتى محمد شناول ما جيه في 2016 لعب في 2018 اللعيب الوحيد اللي بيلعب من ساعة ما جيه لنادي الاهلي لغاية النهاردة هو علي معلول شوية ارقام جميلة كده علي معلول علي معلول لعب مع الاهلي امتين تسعة وستين ماتش جاب منهم خمسين هدف وصنع ستة وسبعين يعني عاوز اقولك ان هو تقريبا بيساهم بنسبة خمسين فيما في كل مباراة علي معلول خدمة عن نادي الاهلي خمس دوري تلاتة كاس مصر اربعة سوبر مصري تلاتة دوري ابطال افريقيا واتنين سوبر افريقي ارقام مهولة للي علي معلول ولكن اللقطة اللي كانت بالنسبة لي مهمة جدا شوف زي ما بقولك كريمة هو بأصبح الهداف التاريخي لاجانب النادي الاهلي بعد بتلات اهداف متساوي مع امادوف لافيو وهو اكتر لاعب سجل اكبر لاعب في العمر سجل النادي الاهلي بعمر تلاتة وتلاتين سنة وهو اكبر لاعب يسجل في النسخة دي بعد بنزيمة وبالمناسبة يا جماعة علي معلول هو هداف كاس العالم الانداز سنادي وناصفة مع كريم بنزيمة واعتقد الفارس في لقطة كانت مهمة جدا لعلي معلول صاحب الاربعة وتلاتين سنة يا كريم خلاص هممكن نكتفل ارقام دي لقطة كانت مهمة جدا الراجل اللي عنده اربعة وتلاتين سنة والناس اللي بتتكلم من علي معلول كبر علي معلول لعب التلات مطشط متع النادي الاهلي في تمنت ايام اساسي ولعب التسعين ديئة اللقطة دي كانت في الديئة سبعين طبعا غير الاهداف اللي جابها النهاردة يعني طبعا ضربة الجزاء واحدة ضاعت والهدف اللي جابه من ضربة حر مباشرة